بسم الله الرحمن الرحيم خادم نبينا أنس بن مالك رضي الله عنه إنها الصابرة المحتسبة المجاهدة الشجاعة الكريمة الجوادة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة حديثنا في هذه الليلة عن امرأة حق لنا أن نفخر بها حق لنا أن نشمخ بأنوفنا في أعلى سماء لأننا من أمة فيها أمثالها فمن هي يا طرى لقاؤنا مع أم سليم رضي الله عنها الغميصاء أو الرميصاء أو الرميثاء بنت ملحان عنوان الحلقة أم سليم رضي الله عنها هذه الصحابية الجليلة لها مواقف تكتب بماء الذهب أو تنقش بالإبر على مآق البصر رضي الله عنها كانت أم سليم حين أهل الإسلام بنوره على الدنيا في المدينة يقترب سنها من الأربعين وكانت زوجة لرجل اسمه مالك بن النظر عاش كافرا ومات كافرا وكان أهل يثرب يغبطون زوجها ويحسدونه عليها لأنه رزق بزوجة جميلة راجحة العقل ذكية أريبة لماحة صاحبة فراسة وشجاعة وجود وكرم رضي الله عنها وفي ذات يوم من أيام الله الخالدة نفذ إلى يثرب مع الداعية مصعب ابن عمير أول شعاع للهداية في قلبها صافر مصعب إلى المدينة يدعو الناس إلى الله فلم يمر عليه عام إلا ووضع نور للإسلام في كل بيت من بيوت المدينة فأسلمت صاحبتنا على يد سفير الإسلام الأول مصعب ابن عمير ثم دعت زوجها مالك للإسلام فكان يقول لها إن صاحبكم هذا يحرم الخمر بقى تبيع الجنة عشان إززت خمرة بقى لا تدخل في الإسلام عشان ساعدتك من بتوع في صحتك إن صاحبكم يحرم الخمر صافر مالك إلى المدينة فخرج عليه قطاع الطرق وقتلوه وهلك كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله علم رجال المدينة أن الرميصاء أن أم سليم قد تأيمت مات زوجها إن قضت عدتها فتطلع لها معظم رجال المدينة لجمالها وأخلاقها ونسبها فكان من المتطلعين إليها قريبها أبو طلح الأنصار رضي الله عنه فقالت والحديث رواه النساء في سننه والله ما مثلك يا أبا طلح يرد ولكن امرأة مسلمة مؤمنة وأنت امرؤ كافر ولا يحل لي أن أتزوج منك فإن تسلم فذاك مهري لن أسألك غيره فأسلم رضي الله عنه فكان مهرها الإسلام هذه صاحبة أكرم مهر في الإسلام أعظم خادت امرأة في التاريخ أم سليم إن تسلم يا أبا طلح فذاك مهري لن أسألك غيره فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه وكان من أبطال الصحابة وله مواقف تكتب بالنور في غزوة أحد رضي الله عنه أبو طلح قيمة وقام السبب في إسلامه زوجه أم سليم كل حسن عملها أبو طلح في حياته أخذت مثلها زوجته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير فله مثل أجر فاعله وأراد أبو طلح يوما الصفر للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ولده الصغير مريض قال يا أم سليم أوصيك برعاية الولد خذ بلك منه لحد مرجع ثم صافر اشتد المرض على الصبي الصغير الذبل الغصن النظير وفاضت روحه إلى السماء مات فغسلت وكفنت ودفنت ثم قالت لأهلها ولأهل زوجها لا تخبروا أبا طلح بموت ولده عندما يرجع حتى أخبره أنا قالوا لك هذا عاد الرجل من الصفر بقاله أسبوعين بر البلد بقاله شهر الواحد أول ما يرجع من الصفر أول حاجة بيسأل عنها ولده الصغير مستنى ألاقي اللي يفتح للباب ابنه الصغير واشرع على كتفي وعمله جمل ولعب وقبل وحضن فأب مشتاق ملتاع أول ما عاد إلى البيت قال يا أم سليم أين ولدنا قالت هو أسكن ما عرفته يعني هو سيب دلوقتي هو دلوقتي مستريح ودلوقتي حالته كويسة وأحسن هو أسكن ما عرفته ثم قدمت له الطعام فتعش ثم تصنعت له كأحسن ما كانت تفعل قبل يعني أمت ازوائت صففت شعرها عروس فوقع بها فلما قام واغتسل واستعد للخروج لصلاة الفجر قال أين الولد قالت يا أبا طلحة أرأيت أن لو استعرنا من جيراننا عارية ثم طلبوها منا ألنا أن نمنعهم قال لا قالت فإن الله قد استرد منك ما وهب لقد مات ولدك فاحتسبه عند الله يا سلام على الصبر والعقل والحكمة بتقوله خبر متبنه لفهاله كده في ورقة السلفان أرأيت أرأيت لو أننا استعرنا من الجيران عارية خدنا طبع ولا خدنا حاجة ثم طلبوها بتاعتهم أصلا ألنا أن نمنعهم لا طبعا قالت فإن الله قد استرد منك ما وهب فاحتسب ولدك عند الله قال تركتيني حتى تلطخت بك وولدي ميت والله لأشكو أنك لرسول الله ثم خرج حزينا وبعد الفجر شكى ما كان من امرأته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي أكان بينكما في ليلتكما هذه شيء قال أجل يا رسول الله قال بارك الله لكما في ليلتكما فحملت رضي الله عنها حملت ثم كانت مع زوجها ومع النبي في غزو وجاءها المخاض بمجرد ما وصلت إلى المدينة ولدت الولد الثاني لأبي طلحة عوض الله عليها أجارها في مصيبتها أخلف عليها بمجرد ما وضعت الولد قالت والله لا أرضعه حتى تذهبون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به أخوه أنس يحمله فلما رآه النبي قال أولدت أم سليم يا أنس أمك ولدت أولدت أم سليم قال نعم يا رسول الله هذا أخي هو جعله في حجره فبعث الله 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 حنك ولدها بريق النبوة وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري قال رجل من الأنصار فرأيت هذا الولد رزق بتسعة من الولد كلهم يحفظ القرآن الله شفت بقى وبشر الصابرين شفت وبشر الصابرين شفت نتيجة صبر المرأة كان رزقت بولد سماه رسول الله وحنكه بريق النبوة والعجوى رسول الله ودعا له فخرج من صلبه تسعة كلهم يحفظ القرآن والله يدي بركة الصبر يا أخوانا والله يدي بركة الصبر يا أخواتي المرأة إذا أصيبت بمصيبة تسترجع وتقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها نعم أم سليم رحمها الله تعالى كانت امرأة عاقلة وذكية لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهبت تتحفه كل واحد في المدينة بيزور النبي يدلوا هدية هي ما عنداش حاجة فأخذت ولدها الصغير اللي عنده عشر سنين أنس بن مالك وقالت يا رسول الله هذا ولدي أنس أحبوك به اجعله خادما لك أنا قيب لك ابني يبقى خدامك وهذا يدل على عقلها معنى أن ابنها بيخدم النبي يبقى سينهل من علومه سيأخذ من هديه ومن دله ومن سمته وقد يفوز بدعوة مجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بعدين هو اللي يخدم النبي هيتعب ده أنس بيقول خدمت النبي عشر سنين فلم يقل لي لما فعلت كذا أو لما لم تفعل كذا بل أنس يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مرة في حاجة فقال والله لا أذهب يقول للنبي الطفل صغير والله لا أذهب قال وفي نفسي أن أذهب فذهبت إلى السوق ألعب مع الغلمان فإذا برسول الله من ورائي قد أخذ بقفايا وقال ما الذي أخرك يا أنيس هل ذهبت حيث بعثتك قال أذهب يا رسول الله قال فاذهب الرفق والحب فهذا يدل على عقلها رضي الله عنها وقد صلى النبي يوما في بيتها فقالت يا رسول الله ألا تدعو لخادمك أنس قال الله مبارك له في ماله وفي عمره وفي ولده فاقترب عمره من المئة عام وكان من علماء الصحابة وكان ماله كثير وأولاده الذين رآهم بعينه يقتربون من المئة من أولاده ومن أولاد أولاده ببركة دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس كل هذا الخير جاء لأنس عن طريق عقل أمه بعد فضل ربه أحبوك بولدي يخدمك يا رسول الله فأصبح من علماء الصحابة ونال دعوة من رسول الله استجاب الله لها فكان فيها خيره في الدنيا وفي الآخرة وفي غزوة حنين قال أنس اتخذت أمي أم سليم في يوم حنين خنجرا فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هل رأيت أم سليم تحمل خنجرا في يدها فقال النبي ما هذا يا أم سليم قالت خنجر حملته وأي أحد من المشركين يقترب مني بقرت به بطنه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لها بل وبشرها بالجنة من المبشرات بالجنة صاحبتنا أم سليم روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الجنة يعني في ليلة الإسراء والمعراج رأيت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة ثم سمعت خشخشة بين يدي فإذا هو بلال اللهم أرضى عنهم رأيت الجنة فإذا بامرأة أبي طلحة أم سليم وسمعت خشخشة بين يدي فإذا هو بلال وروا مسلم في صحيحه أيضا عن أنس رضي الله عنه قال دخلت الجنة قال رسول الله دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت من هذا قالوا هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس ابن مالك رضي الله عنها ورضي الله عن أنس ورضي الله عن سائر الصحابة من كرمها أيضا هذه القصة العجيبة قال أبو طلحة دخلت المسجد يوما فعرفت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن نبينا بالحاكم المتخم المطرف السمين الذي ينسى الجياع من الأمة أبدا كان يمر عليه أحيانا هلال من وراء هلال من وراء هلال وليوقت في بيته نار قال عروته فما كان طعامكم يا أم يسأل خالته وعائشة قالت كنا نعيش على الأسودين الطمر والماء وكان يهدى إلينا أحيانا يعني شيء من اللبن من بعض جيراننا من الأنصار مين يقدر يعيش شهرين أو ثلاث شهر ما يكلش طبخة مين فينا النهاردة يعيش شهرين أو ثلاثة الفطار والغداء والعشاء طمر ومية طمر ومية ولو العملية بقت يعني فيها نغنغة كده والأشياء بقت معدن ممكن كل خمس ستة أيام كبية لبن من يطيق بقولك أفقر واحد فينا الآن والله عنده في بيته ما لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو طلحة كده بصف وش النبي في مرة قال فرأيت فيه الجوع حبوه حفظينه والنبي لم يكن يأكل والناس جوعانين في غزوة الخندق قال أحدهم يا رسول الله لقد ربطت على بطن الحجر من الجوع فكشف النبي عن بطنه وقال انظر فإذ به يراه قد ربط حجرين على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم قال أبو طلحة دخلت المسجد فعرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فخرجت حتى أتيت امرأة أم سليم وقلت هل في بيتنا شيء لقد رأيت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشارت بكفها وقالت عندي شيء يعني حاجة لؤمة كده على مؤسم يدوب للتقليل بتقول له عندي شيء وأشارت بكفيها رضي الله عنها فقال لها اصنعي وأنعمي فأرسلت أنس إلى رسول الله وقالت كله في أذنه إن أمي وأبي يدعوانك للطعام عندهم فلما ذهب أنس وكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله لأصحابه اذهبوا معي إلى بيت أم سليم بسم الله اذهبوا فجرى أنس وأخبر أمه وأخبر زوج أمه أل أبو طلحة فقال أبو طلحة يا رسول الله الطعام الذي عندنا يكفيك وحدك وأنت جئت بكل أصحابك معك قال ادخل يا أبو طلحة وأبشر ادخل وأبشر فلما دخل أبو طلحة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم من أدم يعني فيه سمن فجاءوه بعكة يعني العكة دي ايه يعني وعاء من جلد كان يحط فيه السمن والعسل يدفها لحويس سمن لحويس وكف الديق ده فصب منها السمن عصرها كده سمن كتير عما لينزل وأعد الطعام صلى الله عليه وسلم بنفسه وقال أدخل عشر عشر من الرجال فأكلوا جميعا قال رواة الحديث وكانوا يزيدون على المئة بل فضل من الطعام فضل فقال كلوا أنتم وأطعموا عيالكم وأهدوا منه لمن شئتم وعلمت ولدها أنس درسا جميلا جدا قالت وما هي حاجة رسول الله التي أخرتك عن أمك قال يا أم لست أنا بمن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت صدقت لا تخبر أحدا أمك